أحالت النيابة العام الموريتانية فجر اليوم 23 عصرا من حركة إيرا غير المرخصة إلى سجن دار النعيم بتهمة الاعتداء على قوة عمومية والتحريض على أعمال الشغب التي عرفها محيط مستشفى العيون رمضان الماضي وكانت ساحة المستشفى قد شهدت نهاية شهر يونيو الماضي مواجهات قوية بين الشرطة وسكان الحي أسفرت عن إصابة 12 شرطيا واعتقل عدد من الأفراد عمدوا إلى استعمال القوة في وجه الشرطة وقد نددت الحركة بالإجراء واعتبرته إجراء تعصف عنصر يستهدف الحركة